بسم الله الرحمن الرحيم لا شك نحن عندما نتحدث عن شبه جزيرة القرام نحن نتحدث عن جزء مهم وحيوي في إدارة الصراع بين الناتو وبين الروسيا الاتحادية ونحن نتحدث عن رقعة جغرافية ممكن أن نصفها بأنها رقعة جغرافية مهمة وحساسة للأمن القوم الروسي وهذه المنطقة تؤثر بشكل مباشر على إحكام القبضة لمن يسيطر على شبه جزيرة القرام وبالتحديد ميناء سيفاستوبول إحكام القبضة على البحر الأسود وهذه شبه جزيرة القرام هي التي وصفها ستالين بوصفها حاملة الطائرات التي لا يمكن أغراقها أي بمعنى أنها مهمة وحيوية كانت للاتحاد السوفيتي السابق والآن إلى روسيا الاتحادية ولكن دعنا نسلط الضوء على حقيقة مؤدها أن أبعاد الصراع ما عادة صراعا يقتصر على قضية وكرانيا ولربما قد تكون هذه الرؤية اقتربت من التحقق أنه إذا كانت بولندا سببا لحدوث شرارة الحرب العالمية الثانية فلا نستبعد أن تكون أوكرانيا سببا وتعد شرارة لاندلاع الحرب العالمية الثالثة لا سيمان بوريجنسكي تحدث عن الحرب العالمية الثالثة قال أنها حروب متعددة وفي مناطق مختلفة وحنا لاحظنا الحرب على الإرهاب كانت حربا عابرة للحدود تعددت فيها الجنسيات حتى وصلت إلى بعض الميادين إلى أن تتواجد فيها أكثر من 85 جنسية من جنسيات العالم بمعنى أننا كنا بفترة الاشتباك وفترة الحرب على الإرهاب كنا نتحدث عن حرب العالمية الثالثة ولكن ربما الآن تكون الحرب العالمية الثالثة بأبعاد أخرى تشترك فيها دول حرب المباشرة تظهر فيها تجليات توازن نظرية الردع النووي حاضرة فلذلك لا يمكن أن نتحدث عن ما يجري في أوكرانيا وبالتحديد في شبه جزيرة القرم بعيدا عن نيجيريا والحديث عن المجال الحي والضامن للأمن القوم الأوروبي أو الناتو وروسيا الاتحادية ما جرى في نيجيريا وغرب أفريقيا ليس بعيدا عن شمال أفريقي وما يجري فيها من صراع الطاقة ومعادلة الغاز والبترول والإطلالات البحرية ولا نستبعد أن تكون سوريا جزءا من هذه المعادلة ولربما ما حصل اليوم من ضربه لا زالت قيدة دراسة والتدقيق في إلبو كمال هي أيضا ليست بعيدة عن هذه المعادلة وفي سوريا كما هو الحال في أوكرانيا معادلة بين المجال الحي والضامن للأمن القوم الروسي ونحن تحدثنا عن شبه جزيرة القرم وعلاقتها بالبحر الأسود ومضيق البسفور والرابط بين البحر الأسود وحوض البحر المتوسط فيما يتعلق بالأسطول الروسي العامل في البحر الأسود والذي لديه قاعدتين مهمة وحيوية ضامنة لحليفه استراتيجي وعني به سوريا التي تعجز على تجزع من الأمن القوم الروسي في قاعدتين طرطوس وقاعدة اللاذقية فإحنا أمام معادلة فيها مركب يتحدث عن صراء أو حرب المجالات الحيوية التي تتصار عليها القوى الكبرى مثلتا بروسيا الاتحادية من جهة والولايات الواتحية وحلفاءها والناتو من جهة بقدر تعلق الأمر في التدريب برطالي شرعت في تدريب قوات على المستوى البر منذ عام 2021 على مستوى القوات البرية ولكن أن تتجه الآن باتجاه الحديث عن قوات بحرية يعني ذلك ضمنه أن الجبهات ستتسع في المواجهة مع روسيا وأن الحرب التي كانت توصف أنها حرب اشتباك بري ستتحول إلى حالة الاشتباك البحري وأمدت بريطانيا البحرية الأوكرانية بطائرات السي كينغ الحاملة الاستمتية التي تحمل قوات خاصة تكتيكية لممارسة هذه القوات البحرية لممارسة نشاطات ممكن أن نصفها بالنشاطات التكتيكية أما مسألة الهدف البعيدة والهدف الذي تحدثت عنه بريطانيا أن أوكرانيا تستمكن من احتلال شبه جزيرة القرب قبيل أعياد الميلاد القادمة ففي تقديري هو بعد ذات تأثير إعلامي وسياسي أكثر من ما هو ميداني على اعتبار لا يتناسب وتكافؤ القدرات بين القوة الماسقة للأرض وعلي بها روسيا الاتحادية وبين أوكرانيا التي ستشاغل هل ستشاغل عبر عمليات مشتركة كما اشتركت في رومانيا والولايات المتحدة وبعض الدول في مناورات مشتركة في حوض البحر الأسود لأنه إذا اشتركت بشكل مباشر في الدعم والتجهيز لقدرات إدارة المعركة على مستوى القدرات التسليحية فمعنى ذلك أنه بات الاشتباك اشتباك المباشر وليس اشتباك بين أوكرانيا وبين روسيا فلذلك في تقديري أنه الغاية أو الهدف الأساس هو توسيع حالة الاشتباك وتعدد الجبهات لاستنزاف روسيا ستناور بقطعات أمنية وعسكرية ستشاغل في جسر القرم الذي تحدثت عنه هو بالحقيقة مهم جدا لأنه هو المفصل الوحيد الذي يؤمن تماسا جغرافيا بين روسيا وبين شبه جزيرة القرم فماذا إذا صابه العطب؟ طيب معنى ذلك قطوة الدعم اللوجستي بين القوات المتباجدة في شبه جزيرة القرم ستضطر من خلالها روسيا إلى أن تتحرك أما بحريا أو جويا جميل جدا وهذه فيها تعقيد كبير جدا في ظل دخول دفاعات جوية عززها الناتو إلى القوات الأوراق اشتركوا في القناة